شهد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أمسية موسيقية بعنوان مهرجان الحان الزمن الجميل بالمسرح الوطني بالمكلة التي أحيتها مؤسسة حضرموت للثقافة وقدمها المايسترو محمود الهندي بمشاركة أكثر من أربعين عازفا موسيقيا موهوبا تميزت الأمسية بتنوع تراث الموسيقي حيث أدت الفرق المشاركة مجموعة من القطع الكلاسيكية والتقليدية التي نالت إعجاب الجمهور بجمال توزيعها وتناغم أدائها وشاد الوزير في كلمة ألقاها في المهرجان بالشراكة التي تجمع بين الوزارة ومؤسسة حضرموت للثقافة في سبيل إظهار الوجه الثقافي لليمن كما ثمن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي بضاوي الخطوات التي تقوم بها مؤسسة حضرموت للثقافة في سبيل الحفاظ على الموروث الثقافي فيما عبرت مديرة مؤسسة حضرموت للثقافة المهندسة شروق الرمادي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان مؤكدة أن هذه الفعاليات تسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في المكلة وتعزز من الحضور الفني للمدينة سعيد بهذا الحراك الثقافي الكبير الذي يقام في محافظة حضرموت بمناسبة مهرجان نجم البلدة وبمناسبات عديدة ومتنوعة حيث تزخر محافظة حضرموت بكوادر شابة مميزة ومؤهلة ترتقي لمستوى العالمية أحييكم من صميم قلبي وأنقل إليكم تحيات وتقدير فخامة الرئيس رشاد الدكتور رشاد محمد العليمي وإخوانه أعظام مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء وزملائه الحكومة وتمنياتهم لكم بكل التوفيق والنجاح ونجاح هذا المهرجان الذي يحظو بزخم كبير وحضور كبير ليس فقط من محافظة حضرموت ولكن من كل أرجاء اليمن وبل أيضا من بعض الدول الخليج التي ألتقيناهم في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا سوف نبحر معا في مقطوعات فنية من الفن الحضرمي الأصيل الذي يتربع في مقدمة الفنون على مستوى الوطن العربي كيف لا وهو مرتكز على مدرسة فنية أصيلة حضرمية مؤسسيها ناس كبار تعجز اللسان عن وصفهم ويعجز التعبير وعن الحديث عنهم حينما أتكلم على المحضار وابو بكر سالم وكرامة مرسال وبدو زبير فسوف يطيل المسالة وعدد منتسبي ومرتكزي هذه المدرسة الحضرمية الأصيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر